من هذا المكان عاوز أعالج سؤال كتير كتير مهم ودائما أسأل هذا السؤال لماذا يدعى ناصريا؟ أين توجد هذه النبوة في العهد القديم؟ هل أخطأ متى باقتباسه هذا القول؟ هل يناقض الكتاب المقدس كلمة أو كلمته؟ طبعا حاشا والآية التي اقتباسها البشير متى مكتوب عن هذه النبوة لكي يتم ما قيل بالأنبياء بالجمع ليس بالمفرد لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا خلي في بالك معي الظروف والأحوال لما رجع يوسف ومريم والطفل يسوع من مصر مرحوا إلى منطقة اليهودية وبالتحديد بعد موت هيرودوس الكبير الملك الآب انقسمت مملكته إلى ثلاث أقسام أرخلاوس كان بيحكم اليهودية أنتباس كان بيحكم الجليل وطبعا فليبوس كان بيحكم المنطقة الشمالية الجلان وما بعد الجلان أيضا لكن معروف عن شخصية أرخلاوس أنه كان رجل فاسد ورجل شرير رجل شرس ودموي متعجرف ومتغطرس ومتكبر أيضا هذا الشخص طبعا حاول أن يعتلي العرش ويغتصب العرش من أبوه وهو بعد على قيد الحياة وأول ما اعتلى العرش قتل ثلاث تلاف شخص اللي رفضوا أو كانوا غير راضين عن حكمه وهذا بفسر أنه ليه يوسف ترك اليهودية وجاء إلى قرية بسيطة في الجليل اللي هي تسمى قرية أو مدينة الناصرة مدينة يوسف مدينة مريم مدينة يسوع مدينة البشارة مدينة الخلاص اللي وصل إلى كل أنحاء العالم من هذا المكان طبعا لما بيسمع أي شخص هذه النبوة لم يكن أحد يتوقع أن المسيح يأتي من هذا المكان من الجليل وفي أحد الأيام قال لئن الثنائيل الذي من قان الجليل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح لأنه كانت الناصرة عندها سمعة رديئة سمعة سيئة للغاية وفي إنجيل يحنى حتى المتدينين قالوا لا يمكن أن يأتي نبي من الجليل مع أنهم أخطأوا في هذا الشيء لأن ينان النبي من الجليل وأيضا نحوم على الأرجح ولد في الجليل وخدمة النبي إليا والنبي إليشع كانت في منطقة الجليل فممكن أن يكون فيه نبي من الجليل لكن لاحظ النبوة لم يقل متى كما هو مكتوب بالنبي القائل أو بإشعياء أو بإرمياء بالمفرد لكن أجمع في هذه الكلمة كما قيل بالأنبياء والأنبياء هون طبعا بيتكلم عن مجموعة أقوال مجموعة أنبياء بتتكلم عن تطلعات بتتكلم عن آمال لهذه الشخصية الآتية شخصية المسيح فالكل كان بيتكلم عنه بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد كما قلت كما قيل في الأنبياء يعني كأنه متعارف عليه معروف في هالبلد معروف في هذه المنطقة الشخص الرح يجي كل الأنبياء أجمعت قول واحد ومجموع واحد أنه الرح يجي رح يجي من هذا المكان اجتمعوا على قول واحد شيء آخر الرب يسوع وهذه النبوة قيلت بشكل متميز ثلاث أو أربع مرات في العهد القديم لما الرب يسوع اتكلم مع تلميذ ذي عمواس مكتوب كما قيل بالأنبياء أو كما هو مكتوب بالأنبياء يشرح ويفسر من الأنبياء أو النبوة التي تقول يكون الجميع سيكون الجميع متعلمين من الله كما قيل بالأنبياء سيكون الجميع متعلمين من الله وأي أو أيتين أخرى اللي بتتكلم عن صيغة الجمع يعني الشيء المتعارف عليه في تلك الأيام ترجمة نانسي قنقر